بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباههم ما أنظر آباههم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن في الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمعسلون وما علينا إلا البلاغ المبئين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تمتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أخص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم متدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه برجعون أأتقد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر الله بذر الله تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاداك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تبرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا نريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم تنقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من هاية من هايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن أنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذوا وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني يا دم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدل مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمل ننكسه في الخيق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يوصلون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمهة محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وين يرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحقق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون